أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت مشيرا إلى زيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت في فبراير الماضي وخلال اجتماع عقده مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك أكد مدبولي أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل في مصر سيكون له تأثيرا مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي كما دعمت بولي المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أي معوقات وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر لافتا في هذا الصياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات انطلقت بالقاهرة فعالية ملتقى الأعمال الاقتصادي المصري الكويتي بالقاهرة بهدف فتح أفاق اقتصادية جديدة تدعيما لأواصر التعاون والامتداد التاريخي للعلاقة الثنائية وشهد الملتقى توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للغرف التجارية ونظره الكويتية تناول الملتقى فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات مختلفة حيث تعد دولة الكويت ثلاثة أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالمية في الدول المستثمرة في مصر بما يتجاوز 15 مليار دولار السوق المصري هو سوق واعدة وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي نأمل في أن تتحقق قريبا وذلك بفضل كثير من الإجراءات والتحفيز الذي لمسنا في الفترة الأخيرة ونعتقد بإذن الله أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بكثير ناهيك عن أن هناك في استثمارات كثيرة في المرحلة السابقة ومستمرة إن شاء الله مصر أرض خصب للاستثمارات العربية بالتأكيد هي من أكبر الاقتصادات العربية ومجال الاستثمار في مصر خصب في الاستثمار في السياحة في الاستثمار في الصناعة الاستثمار في الزراعة والآن في البتروكيماويات ترجمة نانسي قنقر